اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة هنا خلاص اللي بيسوي كام يعني اه لو انت مش حابب تعد دول كلهم يبقى انا بي20 20 عشرات طيب اتنين عشرات يسوي كام احد يبقى زود قدام سفر يعني يبقى عشرين لوه عدو الدول هتلاقيهم عشرين هنا ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة يبقى سبع احد 1 2 3 4 14 السبع أحد بسبعة والأربع عشرات بأربعين يعني يدينا سبعة وأربعين أحوّط القيمة المنزلية للرقم الملون بالأحمر ده عشرات يبقى سبعين على طول ده أحد الأربع أحد يبقى أربع 13 يبقى كام يبقى ثلاثي أكتب العداد الأتية بالأرقام 9 أو الكلمات 9 وثمانون طيب 15 بنكتبها إزاي 5 10 5 10 لو دول عشرة يبقى دول تهيلي ده أدهم مرتين يعني في حدود عشرين يبقى العشرين أقرب الأعداد كتبت الهنوف عددا إذا كان منزلة عشراته الرقم سبعة يبقى العشرات سبعة ومنزلة أحده أقل من خمسة أقل من خمسة يعني منزلة الأحد تبقى سفر وواحد واثنين وثلاثة واربعة دول أقل من خمسة ما يبقى سفر وواحد واثنين وثلاثة واربعة أقل من خمسة وأكبر من ثلاثة يبقى أقل من خمسة وأكبر من ثلاثة يعني أقل للثلاثة فما أقل ايه اتلغوا يبقى ما فيش ألا العدد أربعة يعني هيبقى كام أربعة وسبعون هيبقى أربعة وسبعون طيب المراجعة التراكمية بيقول لي أحوط القيمة المنزلية للرقم الملون بالأحمر مهم جدا ديه ودائما بيتيجي في الامتحانات تسعة أحادي يبقى تسعة تلاتة عشرات تلاتين أربعة أحادي أربعة أكتب الأعداد ثلاثة وتسعون طبعا لازم معلش أنا كتبت التسعة الأول تلاتة وتسعون لازم تعرف تقرط الأرقام لو ما عرفتش خلاص السؤال ده ضع منك ثلاثة أو ثلاثة وتسعون ثلاثة وتسعون اثنان وخمسون دي عشرة عشرة بكتب عشرة طبعا السؤال ده لو مش بتعرف تكتب أو تقرأ هتضيع عليك هذا السؤال فمهم جدا جدا أن أنت تتعلم الإراية والكتابة صح أكتب العدد ده كام واحد اثنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسع عشرة يبقى عشر أحد وكام هيدينا واحد عشرات ده أدي أربعة وربعة يبقى تمانية واحد تسع يبقى تسع أحد واثنين عشرات يعني التسعة بتسعة والأحد العشرات بعشرين يعني هيدينا تسعة وعشرون وقدر العدد فيما يأتي دول عشرة يعني ممكن نقول دول تلات تلات عشرات يعني في حدود تلاتين يبقى دول الأقرب أنهم يكونوا تلاتين ده عشرة يبقى دول في حدود كام أكتر من تلاتين دول عشرين لا عشرين دول أكبر من عشرين بكتير وأقل من طبعا ما ستين الإجابة الأقرب هتبقى كام هتكون في حدود أربعين أتمنى من الله عز وجل يكون في امت معايا هذا الدرس أشوفكم إن شاء الله في الدرس القادم اعمل اشتراك في القناة حتى نستمر في عرض هذه الدروس ولو عجبك الفيديو بأعمل إعجاب وأشوفكم إن شاء الله في الدرس القادم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته